الشكل اللي هو الجيد للأظافر اللي هو الخالي من أي علامات اللي هو اللون الوردي بتاعه أما إذا كان هنا في خط اسود ظهر في الأظافر عرضي بعرض الظافر من هنا كده وليس بطوله بالعرض كده وخاصة في الظافر الكبير سواء في اليد أو في القدمين ده يدل على وجود مادة اسمها مادة الميلانومة هذه المادة تشير إلى وجود كانسر في الجسم أو سرطان لكن ما نعرفش فين ما نعرفش فين فلازم نروح نعمل مسح زرية علشان نتأكد من وجود الكانسر في الجسم من عدمه تاني حاجة أي لون بني العلامة البنية أو اللي بيتي بتدل على وجود احتباس دموي في الأوردة نتيجة كدمة في الإيد أو دق على الإيد أو أي كدمة حصلت في الأوردة أو تحتاج إلى برشام سيولة أو تخزي على جاب السيولة اللي هي الأوراق اللي هي الخاص زي الجرجيل الأوراق العريضة دي وراء العنب الكرمب كل الأوراق العريضة دي بتعمل سيولة البقع البيضة النصف دائرية ودي كوء عند معظم الولاد الصغيرين أو الناس الكبيرة ده بيدل على نقص الكالسوم لما لون الضافر يبقى باهد وماء للبيض ده يدل على نقص الحديد في الجسم وجود أنيمية لما يكون في صديد في جنب الأظافر ده يدل على وجود سكر في الجسم لما يكون في الضافر معرج متعرج ده هنا نهتمي به سريعا لأن أنا ممكن أخش في حاجة اسمها صدفية الأظافر دي هي إزاي أقرأ إزاي أعرف إين لي جوايا من خلال شكل جوافري ترجمة نانسي قنقر